اشتركوا في القناة والتي تميزت دائما بالتعاون والعمل الثنائي المشترك وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين مؤكدا جلالته تطلع مملكة البحرين إلى زيادة التعاون المشترك مع تركيا في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاستفادة من خبرات البلدين المتطورة في هذا القطاعات كما أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله على أهمية زيارته الرسمية لتركيا مشيدا بالنتائج المثمرة لهذه زيارة الناجحة ومباحثاته مع فخمة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية التركيا وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيكون لها المردود الإيجابي على صعيد تعزيز التعاون الثنائي في كافة الميادين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين وأشهد جلالته بالدول المهم والمؤثر الذي تطلع به جمهورية التركيا في محيطها الإقليمي والدولي وبما حققته من إنجازات ونهضة حضارية جعلتها في مصاف الدول المتقدمة كما أعرب جلالته عن الشكر والتقدير لفخمة الرئيس التركي وحكومته والشعب التركيا الشقيق على مؤحيط به جلالته من حفاوة بالغة وكرم وضيافة وحسن استقبال من جانبه رحب معالي رئيس الوزراء التركي بجلالة الملك المفدة وبزيارته للجمهورية التركية معربا عن تطلع بلاده إلى أن تسفر هذه الزيارة الهمة عن نتائج إيجابية تسهم في توطيد العلاقات البحرينية التركية وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن أمن مملكة البحرين من أمن جمهورية التركيا وأن تركيا هي بلدكم وبيتكم معبرا عن شكره وتقديره لجلالة الملك لمواقف الأخوة والصداقة المتضامنة مع تركيا كما ثمن بكل التقدير جهود جلالة الملك وحرصه على الارتقاء بمسيرة التعاون الثنائي مع تركيا مشيدا في الوقت ذاته بما حققته مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة من إنجازات ونهضة وتطور ورقي على كافة المستويات والقطاعات كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك هذا وقل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده ستستمر في دعم مساعي البحرين في الحفاظ على أمنها الداخلي وأشار إلى أن زيارة ملك البحرين شخصيا إلى تركيا تعد مظهرا واضحا من مظاهر التعبير عن التضامن مع النظام الديمقراطي القائم فيها لافتا إلى أن تركيا ستستمر في مساندة البحرين والوقوف إلى جانبها ودعم مساعيها في الحفاظ على أمنها الداخلي وعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك قطاع الصناعات الدفاعية